بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الخامس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل الكلام على بيان ما يؤخذ من قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا هي أمركم بالكهر بعد إذ أنتم مسلمون فهذه الآية تدل على أن من عبد الأولياء والصالحين يزعموا أنهم شفعا له عند الله وواسطة له عند الله يتقرب إليهم بالذبح والنذر والاستغاثة والدعاء بعد موتهم فإنه قد كفر بعد إسلامه لقوله تعالى أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فدل على أن من دع غير الله أو استغاث بغير الله من الأموات والغائبين أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله فإنه يكون قد كفر بعد إسلامه وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه إذا صرف شيئاً من العبادة لغير الله من الأولياء والصالحين والقبور والأضرحة والأشجار والأحجار فإنه يكفر بعد إسلامه وأنها لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه ناقض ذلك ناقض بفعله واعتقاده ما يقوله لسانه فإن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يقتضيان إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادتي ما سواه فإذا قال لا إله إلا الله فمعناه أنه تبرأ من كل معبود سوى الله وأنه التزم أن يفرد العبادة لله فإذا خالف هذه الكلمة فذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو استغاث بالأموات ودع الأموات واستنجد بهم فإنه يكون قد ناقض قوله قوله لا إله إلا الله فكان يقول بلسانه ما لا يطبقه بعمله وفعله فالذي يقول لا إله إلا الله يترك عبادة الأشياء ويخلص العبادة لله عز وجل لأن كثيرا من هؤلاء إذا قيل لهم إن هذا الشرك أو هذا كفر أو هذا باطل قالوا لا هؤلاء يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فكيف تكفرونهم نقول الله قد كفرهم كما في هذه الآية ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون فدل على أن المسلم لو فعل هذه الأشياء فإنه كفر بالله عز وجل فهذا من أعظم ما تدل عليه هذه الآية الكريمة وننتقل إلى الآية التي بعدها وهي قوله تعالى وإذا خذ الله ميثاق النبيين إلى قوله تعالى فأولئك هم الفاسقون وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنوا النبي ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وإذ ظرف لما مضى من الزمان العامل فيه محذوف تقديره واذكر يا أيها الرسول إذ أخذ الله ميثاق النبيين الميثاق هو العهد والنبيين جمعوا نبي جمعوا نبي وهو بشر أوحى الله إليه بشرع فإن أمره الله بتبليغه فهو رسول وإن لم يأمره بتبليغه فهو نبي وليس معنى التبليغ ما يفهمه بعض المتعلمين إن التبليغ معناه الدعوة فكل المسلمون مأمورون بالدعوة خصوصا من عنده علم مأمور بالدعوة إلى الله عز وجل ولكن المراد بالتبليغ هنا في هذا التعريف تبليغ الإلزام والقتال هذا لا يكون إلا للرسول وأما النبي فإنه مأمور بالدعوة إلى الله ولا يؤمر بالإلزام وإن قاتل فإنه يكون تابعا لمن قبله من الأنبياء ومنفذا لشريعة من قبله من الأنبياء ولا يوحى إليه بشرع مستقل وقد يوحى إليه ببعض المسائل لكن لا يوحى إليه بشريعة مستقلة كما كان الرسل عليه الصلاة والسلام وإنما يوحى إليه في بعض المسائل وفي الجملة هو تابع لشريعة من قبله ولكتاب من قبله هذا هو فرق ما بين النبي والرسول والميثاق معناه العهد فالله جل وعلا أخذ العهد على جميع النبيين من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم لما آتيتكم من كتاب وحكمة كتاب كما سبق المراد به ما ينزله الله على رسله من الوحي فموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة هذا كتابه وعيسى عليه السلام أنزل الله عليه الإنجيل هذا كتابه وداود عليه السلام أنزل الله عليه الزبر هذا كتابه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه الصحف صحف إبراهيم والكتب كثيرة لا يعلمها إلا الله لكن منها ما سماه الله في القرآن ومنها ما لم يسمه فنحن نؤمن بجميع الكتب قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم فنحن نؤمن بكل كتاب أنزله الله ما سماه الله لنا وما لم يسمه لنا لما آتيتكم من كتاب وحكمة الحكمة معناه الفقه والفهم في كتاب الله عز وجل فإن الله أعطى رسله الكتاب وأعطاهم الحكمة وهي الفهم لهذا الكتاب والفقه في هذا الكتاب ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم هذا من علامات أو من دلائل النبوة أن الرسل يصدق بعضهم بعضا فمن علامات نبوتهم أنهم يصدقوا بعضهم بعضا يبشروا متقدمهم بمتأخرهم ويصدقوا متأخرهم بمتقدمهم هذا من دلائل النبوة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخلتم على ذلك ويصري قالوا أقرر قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وأرى أن الحلقة قد آنى ختامها فإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى لنكمل الكلام عن هذه الآية الكريمة وما يوخذ منها من أحكام وبالله التوفيق